في الوقت الذي لا تزال فيه الجهود الدولية لحل الأزمة السورية متعثرة، يتفق المجتمع الدولي على توفير دعم إنساني ويتعهد بمنح مساعدات مالية للسوريين. فقد خرج مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة بجملة من التعاهدات. الولايات المتحدة أعلنت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 920 مليون دولار، لترفع هذه الحزمة إجمالية المساعدات الأمريكية إلى سوريا والمنطقة إلى مليار ومئة مليون دولار هذا العام، ونحو 17 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا. بدورها تعهدت برلين بتخصيص مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين، فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الحصول على تعهدات بأكثر من مليار يورو. علينا بذل كل الجهود لحل الأزمة السورية، وعلينا التحرك بشكل عملي اليوم لبعث الأمل وإغاثة الشعب السوري. الدعم الأوروبي شمل كذلك مساعدات للدول المجاورة لسوريا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 560 مليون يورو لمساعدة هذه الدول على تحمل تكاليف استضافة اللاجئين. وخلال المؤتمر أيضاً دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس إلى ضمان وصول مستداماً إلى المحتاجين ومنحهم الدعم والاستقرار. يجب أن نرسم أفضل طريق للمضي قدماً بالشعب السوري ليجد مستقبلاً مستقراً وآمناً، وهذا يعني ضمان وصول مستداماً وعبر كل طريق ممكن إلى المحتاجين. إلى جانب مئات آلاف الضحايا خلفت الأزمة السورية ملايين النازحين واللاجئين. وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون سوري فروا مما نازلهم بسبب النزاع. منهم أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون كلاجئين في دول مجاورة. ترجمة نانسي قنقر